تناقش أعمال الدورة التاسعة من اجتماع الخبراء المتعددة السنوات الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد قضايا تحديات النقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة في أوقات جائحة كورونا الاجتماع اليوم يجمع الخبراء في النقل واللوجستيات التجارية وكذلك معنيين بشؤون تيسير التجارة الحديث يتركز في أبرز التحديات التي تواجه سلاسل المداد مجموعة من هذه التحديات تشارك من خلالها منظمات غير بحية وممثلي دول أيضا تم استعراضها والحديث عن حجم التحدي الكائن بها لا سيمة أنها لا تواجه فقط سبل التجارة وإنما حتى اقتصاديات دول اليوم أبرز الحلول تركزت حول دور التقنية تكامل الماطن النقل فيما بينها البين وأيضا سبل التطوير سواء في الموارد البشرية أو في البنية التحتية في الموانئ ومجموعة من أنماط النقل المختلفة وفد المملكة يشارك بورقة عمل يستعرض خلالها الجهود التي بذلتها قطاعات الدولة وبالخص قطاع النقل والخدمات اللوجستية أثناء جايحة كورونا وضمانا لاستدامة البيئية جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال شهدها العالم أجمع سواء أثناء الجائحة ومجموعة من الحلول التي كانت مثالا ناجحا لمجموعة من دول العالم أو حتى على المستوى الاستراتيجي بعيد الأمد لدينا استراتيجية اليوم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومجموعة من أنماط النقل المختلفة تكفل بإذن الله حلول مستدامة لسلاسل الإمداد ويهدف مؤتمر الخبراء إلى استعراض المشاكل التي تعرض لها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العالم جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا وإبراز جهود الدول في التعامل معها تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر بناء على جهودها الدولية التي اعترف بها العالم أجمع خلال كوفيد 19 طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف ترجمة نانسي قنقر